مع تصاعد الأوضاع في السودان تسارع العديد من حكومة العالم لإجلاء رعاياها من البلاد خشية حدوث تطورات على الأرض حيث أعلنت واشنطن إرسال قطع بحرية لمساعدة رعاياها الرغبين في مغادرة السودان وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعد لإرسال قطع من الأصول الأمريكية لتقديم المساعدة اللازمة للأمريكيين المحتاجين للدعم نافيا نية واشنطن إجراء عمليات إجلاء أمريكية كبيرة حاليا يأتي ذلك فيما أعلنت الخارجية الفرنسية إغلاق سفاراتها في السودان حتى إشعار آخر مؤكدة أن السفارة ستواصل أنشطتها من باريس تحت مسؤولية سفيرة فرنسا بالخرطوم هذا وقد أكدت فرنسا إجلاء 388 شخصا من نحو 30 دولة أوروبية كذلك نقلهم بوسطة الجيش الفرنسي إلى جيبوتي على أربع دفعات كما وصلت إلى برلين صباح اليوم أول طائرة للقوات الجوية الألمانية على متنها نحو 100 شخص تم إجلاؤهم من السودان حيث قام سلاح الجو الألماني بنقل 311 شخصا من قاعدة جوية قرب الخرطوم إلى الأردن لقد غادر أكثر من ألف من رعاية الاتحاد الأوروبي بالسودان في عمليات إجلاء معقدة كما غادر 21 دبلوماسية من بعثة الأمم المتحدة الخرطومة وتم نقل سفير الاتحاد الأوروبي من الخرطوم إلى منطقة أخرى بالسودان سنواصل العمل للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في السودان ومنع تفجر الأوضاع الخارجية الصينية هي الأخرى أعلنت إرسال قوات لإجلاء الرعاية الصينيين حيث تم إجلاء مجموعة من الصينيين من السودان إلى دول مجاورة وعلى قدر خطورة الموقف تسارع دول العالم ودول وجوار السودان لاحتواء التوتر على الأرض وإغاثة وتأمين المدنيين الفرن من القتال الدائري في السودان